رئيس الدورة العادية 160 لمجلس الجميع على المستوى الوزاري أصحاب السمو والمعالي الوزراء الحضور الكريم اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة لكم معالي الأخ الوزير على تولي المملكة المغربية رئاسة أعمال الدورة 160 للمجلس الوزاري متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح كما أتقدم بالشكر لمعالي الأخ العزيز السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية على رئاسته للدورة 159 من أعمال المجلس بكل حكمة واقتدار لا يخفى علينا جميعاً ما يكتسبه العمل العربي المشترك من أهمية مضاعفة وقيمة أكبر في ظل ما تشهده الساحة الدولية من ارتباك والطراب وانعدام لليقين إن الحرب المستمرة منذ 19 شهراً في أوكرانيا تمثل عودة مخيفة لصراعات القوى الكبرى بكل ما تنطوي عليه هذه النوعية من الصراعات الضارية من إنعكاسات خطيرة على السلم العالمي في أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية على حد سواء وتشير تطورات الفترة الماضية إلى أن التعامل مع تبعات هذه الصراعات يقتضي تعزيزاً للعمل الجماعي بين الأطراف المختلفة لتنسيق المواقف بين الدول الرغبة في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي وتوفير منصات للعمل المشترك الذي يتناول القضايا التي تتعلق بصيانة المصالح الوطنية وأحسب أن الجامعة العربية قد نجحت خلال الشهور الماضية في التحرك على أكثر من صعيد من أجل تعزيز شراكاتها مع القوى الدولية المختلفة باعتبار أن هذه الشراكات تمثل رصيداً استراتيجياً مهماً للدول العربية وأشير في هذا الصدد على سبيل المثال إلى القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في دوسمبر الماضي وكذلك الدورة الثالثة للحوار العربي الياباني التي انعقدت بالأمس فقط ونتطلع في نوفمبر القادم إلى القمة العربية الإفريقية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية باعتبارها خطوة ضرورية وفي وقتها لترسيخ العلاقات مع شركائنا وأصدقائنا في أفريقيا التي تموج فعلاً بتحولات نتابعها جميعاً أن هذه الشراكات وغيرها كلها تعكس حركية مطلوبة بل وضرورية لوضع المنطقة العربية على تماس مع كتل وقوة دولية مختلفة في أكثر من اتجاه وحول كافة القضايا التي تتعلق مباشرة بمصالح المواطن العربية وهمومها إن الأزمة في السودان لازالت تتوالى فصولها مخلفة كلفة هائلة بما يفوق الاحتمال على أبناء الشعب السوداني فمع استمرار القتال في المدن السودانية على النحو المؤسف الذي نتابعه تتزايد أعداد الذين يفرون ويتركون بيوتهم وتصير الحياة مستحيلة للسكان المدنيين وتتداعى مؤسسات الدولة ومرافقها التي تقدم الخدمات الأساسية ونقترب أكثر من حالة الحرب الأهلية الشاملة التي لا نريد للسودان وأهله أن ينزلقوا إليها وندرك جميعا أن المطلوب الآن هو التحرك على نحو عاجل من أجل تعقيق الحل الشامل للأزمة الذي يقتضي ابتداء وقفا مستداما لإطلاق النار في كافة المدن السودانية وبما يهيئ السبيل للعودة للمصار السياسية الذي يضمن وحدة الدولة ووحدة مؤسساتها ووحدة قواتها المسلحة وبرغم أولوية هذه الأهداف والحاحها فإننا نضع الاستجابة الإنسانية العاجلة أيضا في مقدمة أولوياتنا وفي هذا الصدد أطلقته بعد التشاور مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي أعدت دراسة تحصر الإحتياجات العاجلة للقطاع الزراعي السوداني أقول أطلقته مبادرة لإنقاذ الموسم الزراعي حيث دعوتوا زراء الزراعة العرب الشهر الماضي للنظر فيما يمكن أن تقدمه دولهم لدعم المبادرة بهدف تحصين الأمن الغذائي للمواطن السوداني وآملوا أن تحظى هذه المبادرة بما تستحقه من دعم من الدول العربية وفي اليمن وبرغم خفض التصعيد وتراجع حدة العمليات العسكرية في الشهور الماضية فإن الوقف الشامل لإطلاق النار فضلا عن التسوية السياسية ما زالت أهداف بعيدة المنال وما زال الطرف الحوثي يضع العراقيل تلوى العراقيل أمام مصار الحل وكأنه راغب في استمرار الوضع الحالي بما ينطوي عليه من انقسام للبلاد ولمؤسساتها وإضعاف شديد لاقتصاد اليمن وقدراته إن الحفاظ على يمن موحد زي سيادة على كامل طرابه الوطني بعيدا عن التدخلات الخارجية هو الهدف الذي نسعى إليه جميعا وهو هدف قابل للتحقق إذا أدرك الطرف الحوثي أن بأمكانه أن يكون جزءا من عملية سياسية شاملة وليس متحكما أوحد بقوة السلاح وفي سوريا شهدنا خلال الشهور الماضية تطورا مهما نرحب به جميعا ونوجه التحية للدول الأعضاء التي أسهمت في استكمالها أتحدث عن استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة وما صاحبهم من استعادة للانخراط العربي في إزمتها وفي التعامل مع أسبابها وكذا تبعاتها الصعبة التي يعاني منها أخوتنا أبناء الشعب السوري في المقام الأول كما تمس دول جوار سوريا وتتعلق بالأمن القومي العربي في مفهوم الجامل وأرحب في هذا الخصوص باستمرار الانخراط العربي البناء الذي انعكس في اجتماع لجنة الاتصال الوزرية الأخير الذي عقد بالقاهرة في الشهر الماضي وما تمخض عنه من تعزيز لمواكبة الجامعة العربية لسوريا في كافة جوانب أزمتها وتهيأت سبيل واضح للخروج منها وفق نهج تدريجي وعلى أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة والقرار الأممي 2254 حضور الكريم تواجه القضية الفلسطينية قضياتنا جميعاً تحديات خطيرة على رأسها المواقف التي تتبنىها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل إنها حكومة برنامجها يقوم على الاستيطان لا سلام وتسعى لضم الأراضي لحل الدولتين إنها جزء من المشكلة لا الحل وهي تخلق كل يوم بسياساتها الاستفزازية ما يزيد الموقف في الأراضي المحتلة اشتعالاً إن على المجتمع الدولي مسئولية كبيرة نحو وقف هذا الوضع المتدهور والذي ينظر بانفجار لا يتمناه أي طرف فلا ينبغي أن يسمح لحكومة الاحتلال بتصدير أزماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية وتتعين مواجهة العناصر المتطرفة في هذه الحكومة وعدم التسامح مع خطابهم العنصري وعنف المستوطنين الذين يحرضون عليه وسياسات الأبرتايد التي يروجون لها ويباشرون تنفيذها في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية كل يوم سيد الرئيس إن المرحلة القادمة تحتاج لتكثيف العمل العربي على كافة الأصيضة بما يتفاعل مع المتغيرات ويسمح بالتكيف معها ولا شك أن الأزمات الاقتصادية التي يعانو منها العالم ومنطقتينها بطبيعة الحال تمثل أولوية متقدمة على أجندة دولنا جميعا وأشير في هذا السياق إلى القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الخامسة والتي ينتظر أن تصطدفها موريتانيا قبل نهاية العام أو بعدها قليلا تحت شعار الأمن الغزائي ضمان للسيادة وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ضوء الاضطراب الواضح في سلاسل توريد الحبوب جراء الحرب في أوكرانيا فضلا عن تهديدات أخرى خطيرة مثل الجفاف الذي ضربت دولة الصومال لأعواو متوالية وقد بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع جدوى الأعمال تلك القمة وطلقت الأمانة العامة عدداً كبيراً من المبادرات المتعلقة بالأمن الغزائي والاقتصاد الأخضر والحماية الاجتماعية وغيرها ونقوم الآن ببلورة هذه المبادرات لتنسجم مع الشعار الأساسي للقمة التي نرجو جميعاً أن تشكل نقطة فارقة في العمل العربي المشترك في هذا الملف الهام أخيراً فإنني أتمنى لأعمال اجتماعنا كل النجاح والتوفيق شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته